أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمدنا ورسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله يعظم الجميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرحي صدري ويسر لأمري وحل العقودة من لسان يفقه قولي أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون على هذه القناة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا شفاعة النبي المختار وأن يجعلنا من الذين يردون حوضه ويسقون من يده شربة هنئة لا نضمأ بعدها أبدا يقول شيخنا الخطيب رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه يا رب أرسل على أعداء مصر صاعقة من صيب فضلك لا تبقي ولا تذروا واسلبهم الحلم والإمهان إنهم آذوا عبيدا إذا زلوا لك اعتذوا تعالوا بنا كما عودناكم نسير في هذا الموضوع العظيم موضوعنا الذي نتحدث فيه اليوم هو حصن الظن بالله جل وعلا أو في الله جل وعلا حصن الظن بالله جل وعلا لابد لكل إنسان أن يحسن الظن بالله جل وعلا كثير مما نقع فيه من المشكلات أو المشكلات والمعضلات التي ترد على قلوبنا وعلى خواطرنا أننا لنحسن الظن بالله وإن أحسن الظن بالله نحسن الظن بالله ونحن مكون في المعاصي والأوزار يعني ونلقي بأنفسنا في أحضان الذنوب والأسام والأوزار والمعاصي لا معنى أن تحسن الظن بالله جل وعلا أن ترضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى لك أيها العبد أن ترضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى لك فلا تتبطر على نعمة من نعم الله عليك ولا تسب نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى عليه أن تؤمن بالله وأن يكون لديك يقين وعقيدة راسخة بأن ما عند الله هو خير لك ولذلك السعيد هو من أسعد الناس وقلبه قد امتلئ حبا ويقينا وعشقا بأن ما عند الله هو خير وأبقى لا ما في هذه الدنيا لأن الدنيا كما تعرفون يدار ممر وليس الدار مكر دار ابتلاء واختبار ينجح فيها من يزرع فيها ويحصد فيها زرعا طيبا هذا زرع يؤتي ثماره وأكله كل حين بإذن ربي أما الذي يزرع فيه زرعا خبيثا لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يحصد إلا خبيث الذي يزرع شجرة مثمرة طيبة ينتج أو تنتج ثمارا طيبة والتي يزرع والذي يزرع شجرة خبيثة لا تنتج شيء كشجرة الصنط وغير ذلك لا تنتج إلا صنطة أما شجرة ثفاح تنتج تفاحا أنا وأنت نتكالب لكي نأكل منها وبالتالي الإنسان إذا أحسن الظن بالله وأحسن الظن بالله الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك أن ترضى فيما قسمه الله سبحانه وتعالى لك ولا تتبطر على نعم الله عز وجل ولذلك يجب على كل إنسان أن يكون حسن الظن بالله ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه العلامة الإمام المسلم في صحيحه العلامة الإمام المسلم في صحيحه من رواية سيدنا جابر بن عبد الله الأنصار أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لا تاني سيدنا صلى الله على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله حقيقة صدقت يا سيدي يا رسول الله يا خير من عرف الإله بفضله يا بهجة الدنيا ونور خطاها وبحق تمتمة الحروف وسرها وبحق من أرسل جبال رواسية لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها صلى الله عليه وسلم حقيقة لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لكن إحسان الظن بالله لا بد أن يكون مبنيا على قاعدة اليقين اليقين الذي يتخلل إلى جميع البدن ويتخلل في القلب بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق لكل شيء وهو الفعال لكل شيء فترفع أنت أيها العبد يدك عن أي أمر وتسلم الأمر للمولى جل وعلا إذن يجب علينا أن نحسن الظن بالله شوف الإمام الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه ورحمه الله رحمة واسعة يقول إن قوما أحسن الظن بالله فإذا أحسن الظن بالله يحسن العمل وإذا أحسن العمل ختم له بخاتمة حسنة إن المؤمن إذا أحسن الظن بالله يحسن العمل وإن الفاجر إذا أساء الظن بالله أساء العمل ويقول أيضا في موطن آخر إن قوما قد قالوا نحن نحسن الظن بالله فأساء العمل فهم كذبوا لأنهم لو أحسنوا الظن بالله جل وعلا لأحسنوا العمل فحسن الظن بالله جل وعلا مرتبط بحسن العمل مش حضرتك تقول أنا بحسن الظن بالله وإن شاء الله هتوب ربنا يكرمني إن شاء الله وبإذن الله وإلى غير ذلك من هذه الأمور لكن إنت حضرتك منهمك في المعاصي بعمل تأكل الحقوق بتشتم الجار بتأكل الميراس وحقيقة جدا جدا كثير جدا من الناس إلا من رحم رب الأرض والسماوات يتكلب على أكل الحقوق بل يتفنن في أكل الحقوق أكل حق أخيه أكل حق الجار الإساءة إلى الجار الإساءة إلى من بيده عنده يتيم الإساءة إلى جميع الخلق بل والله تطول الإساءة لأنه غفل عن الله سبحانه وتعالى وفي هذا قال الله في حقه وَلَتَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ قال الله في القرآن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أي متأكدون متأكدون وهم على يقين تام اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب فيه أنهم سيلاقون المولى جل وعلا وأنهم سيقفون بين يدي العزيز الجبار ليسأل كل إنسان عما قدم وعما فعل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبد اقرأ كتابك على مهل يا عبد على مهل هل وجدت فيه غير الذي كان فالإنسان يقرأ كتابه ويعلم بأنه سيقف بين يدي الله وإذا أنكر الإنسان يوم ما تشهدوا عليهم يوم ما تشهدوا عليهم ألسلاتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الكل الجوارح وتشهد تبليه الجوارح تشهد الجوارح تشهد لأن الإنسان بطبعه بطبعه حتى في القانون البشري حاجة اسمها الجزاء والعقاب القانون الجزاء والعقاب إذا أحسن الإنسان بيخد الثوب بتاعه في الدنيا والآخرة يعني موظف بيكتهد وإلى غير ذلك بيخد علاوات ويقرم وهذا موظف يسمى من موظف مرتبة الأولى وعلى طول في مقدمة الصفوف في كل الأمور أما موظف آخر لا يحسن العمل ولا إلى غير ذلك طبعا فهو في الدرك الأسفل فهذا قانون يسمى من قانون الجزاء والعقاب أو الثواب والعقاب كذلك هذا القانون موجود عند الحق سبحانه وتعالى إذا أحسن الإنسان هذا الظن بالله سبحانه وتعالى وأيقن أنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنه موقف بين يد الله مستحيل أبدا أن يظلم أحد أو أن يتطاول على أحد أو أن يسير في أحضان الذنوب والمعصر حتى وإن سار على طول الفور يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يستغف ربنا سبحانه وتعالى يعيد هذه الكرة مرة ثانية دائما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يمل أبدا سيد النبي يقول الله لا يمل الحق سبحانه وتعالى الله لا يمل حتى تمل فالإنسان إذا داوم على هذا الفعل وهو فعل الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كان معه ولذلك يجب أن نحسن الظن في جميع الأمور يبال الظن بمعنى اليقين وبمعنى أي تاني فاصل ونواصل فانتظرون الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل الرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين قلنا أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو يتلخص في رضا العبد بما أعطاه الله سبحانه وتعالى له فلا يتبطر العبد على نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه دائما العبد يشكر ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء في كل الأمور يرضى بما قسمه الله لك وجد سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام سيدنا معز بيسأل أنا يا رسول الله كيف أكون غنيا قال له إرضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس الإنسان عاوز يكون غني إرضى بما قسمه الله لك سبحانه وتعالى واشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة سيدنا سليمان أقول لكم أخرج العلامة أبو نعيم أن سيدنا سليمان ركب سحابة ذات مرة فمر على زارع أن يزرع في الأرض رجل عمال يزرع فقال بالأرض فقال هذا الزارع وددت لو أني لقيت ابن داوت فقلت له ثلاثة كلمات أقول له ثلاثة كلمات فحملت الريح الكلام إلى سيدنا سليمان فأمر سيدنا سليمان الريح أن تنزله عند هذا الزارع ماذا قال الزارع؟ سيد زمي ألو ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام فضل أحمد عروج وكيل وزارة سابق تربية وتعليم أرض الجنينة غرب شبرة الخيمة أهلا وسهلا بحضرتك يا فنم فضل سؤالي لحضراتكم استفسار وأولا كل عام وحضرتكم بخير ومناسبة حلول شهر الشعبان المعظم على الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات السؤال هو ما حكم الشرع في مقولة اتقي شرع ما احسنت إليه؟ حاضر شكرا جزيلا لكم مننا عظيم الشكر ورطيب لاستماع السلام عليكم والسلام عليكم سيزمي اللي فضلي السلام عليكم عليكم السلام وأحمد عروج وفضلي آآ لك يا شيخ عاملي اللي يكلمك ربنا يخليك آآ بنا ديك الشحارة آآ بقولك حضرتك سرعة أنا عايز عرف آآ عايزة بستطلني دعاء لERE افتخورة عايزة عايزة عرف دعاء ل España حاضر عايزة تعمى تمام تمام سمعك سمعك تمام وعايزة مثلا ايه اعرف مثلا لو انا مثلا صارت الاتخارة ده مثلا في حاجة في بالي عايزة مثلا انا عاملها بيوهيني اذا كان حاجة دي صحة ولا غلق يعرفك حاضر هقول لي تمام والنبي عايزة لكم تريفونك عشان خاطر انا طلبتوا قبل كده وهم ما تدونيش الرقم عشان انا عايزة ضروري بالله علي حاضر حاضر ان شاء الله حاضر حاضر فضلي فان السلام عليكم عليكم السلام فضلي ازاي حضرتك عامل اهلا وسهلا بحضرتك والسلام طيبة حضرتك طيب ربنا يخليك يا رب الله يخليك الفضلي بس حضرتك انا هي طلبين اتفضلي اه ربنا يكرمك اول كلام احنا عايزين نشوف حضرتك كل يوم على الشاشة زي الاول الله يكرمك رجاء يعني رجاء موجود معايا زمينا فضلت الشيخ يسري استاذنا وشيخنا والشيخ محمد ستزيتنا ومشاء الله ربنا يبارك فيهم والله انا اتعلم منهم والله مع احترام لهم يعني اكيد بس اه نفسنا برضو ان حضرتك تبقى موجود معنا كل مانا موجود تلات واربعة وخميس لا احنا عايزين الاسبوع كلنا ربنا يخليك حاضر حاضر ان شاء الله اتفضلي انا حاليا عايزين حضرتك تعمل لنا حلقة كده عن الخيانة الزوجية يا ساتر يا رب ليه بس كده اصل دي بقى الظاهرة مع الناس كلها الواحد بينزل الاشتراع بيسمع وبيشوف حاجات غريبة جدا اه يعني بقى شيء غريب دلوقتي الخيانة من الرابل ومن الستة من الاتنين اقولك انت عارف سبب الخيانة ايه يا ساتر زاهبة عدم احترام الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوجة عدم احترام المشاعر المشاعر اللي كانت موجودة في بداية الخطبة موجودة بين الزوج والزوجة وهذه المشاعر التي كانت تتدفق وتظهر على الوجه وإلى غير ذلك انطفت ليه اصبح فيه فطور في العلاقة مش مقصود بالعلاقة هنا العلاقة المعروفة لا اللي هي الحب والمودة اللي ربنا قال فيها ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكونوا بلعب السكنة اليها وجعل بينكم مودة ورحمة لو الزوج اصبح يعني جي من شغله واسعد الزوجة بالكلام بكذا 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 بهدية بسيطة باي هذم هذا القبيل وكذلك هي ايضا تبادره بنفس هذه المشاعر التي كانت من قبل والله اسمع وارأ وفي يعني قدامي كتير جدا الناس بلغوا من العمري ستين والسبعين وتمانين وما شاء الله العلاقة بينهما على اكمل وجه من المودة والمحبة العلاقة لابد ان تكون قائمة على هذا القانون انما اصبح عندنا فيه فطور في هذه العلاقة محلة هذه العلاقة بس برضا اقولك على حاجة الا من رحمة ربي احنا نطلق الامر كده لا لا عندنا الاسلام علمنا ما نقولش اللفظة على العمومة نقول الا من رحمة ربي يعني فيه موجود لكن الا من رحمة ربي بس مش كل الناس الاستاذ احمد الو 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 طب كلمنا تاني استاذ احمد الاستاذ هيبه كابتتكلم برضو ابدأ بيها كابتتكلم عن الخيانة الزوجية اولا يجب على كل انسان او على كل زوج زوجة زي ما انا اتكلمت في بداية الامر في مسألة الخطبة الحرارة والمشاعر اللي كانت موجودة اللي كانت يعني تملأ الدنيا دفءا وحنانا وحبا ومودة هذه العلاقة وهذه الامور اللي كانت موجودة وهذه المشاعر لابد ان تكون موجودة بعد الزواج بل اكتر من قبل الزواج ليه لأن أصبح يندمج الزوج والزوج كل منهما بالروح والجسد مع بعضهما البعض تنتقل هذه المشاعر من الزوج إلى الزوج ومن الزوج إلى الزوج إنما القضية كلها إحنا بنصب الأمر كله في الأمر للجسد فقط أو عفوا في الجنس فقط هذا أمر مستحيل ما الفرق إذن ما الفرق بيننا وبين البهائم إذن أعزكم الله إنما الإنسان إذا كانت هذه العلاقة تقوم على المودة وعلى الرحمة وعلى السكن شوف ربنا قال لك ومن آياته أن خلق لكم أي ومن دلائل قدرته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة حواء خلقت لآدم لأن آدم عليه السلام كان وهو يبيته في الجنة وحيدا وذات يوم آدم استيقظ من نومه فوجد حواء فقال لها من أنت قالت له أنا حواء قلقها الله سبحانه وتعالى لآدم لآدم لكي تؤنس له وحدا ولكي تعيش وهي وهو يعيشان عيشة هنيئة ولذلك فاصل ونواصل فانتظرون الحمد لله عودنا من ذلك الفاصل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين قبل فاصلنا بنكلم والأستاذ هيبها بتسأل بتقول عن الخيانة الزوجية قلت لها أن بتأتي هذه الخيانة الزوجية من خلال الفطور في العلاقة أو عدم وجود هذه العلاقة التي كانت موجودة قبل الزواج طب نرجحها إزاي ما قولي أنا نرجحها بحاجات بسيطة واحد يقول لك يا مولانا ما هاستي بتغير طب ما هاستي أمهات المؤمنين كانوا بيغير كانت يعني كنا يغيرنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا نبي حفظ عد الطعام وعد الطعام فجأت سيدنا عائشة رضي الله عنها وأرضها فضربت بيدها القصعة فكسرتها فضحك شوف سيدنا نبي الموكف فضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم ضحك سيدنا نبي وقال لقد غارت أمكم فما كان من سيدنا النبي أن قال لها لم أرى أو لا أرى إلا أنك تعدين الطعام وتعطينها القصعة تعد الطعام وخد القصعة بتاع سيد سيد العشاء اللي هتفضلي هذه سيدنا النبي عالج المواقف فإنت يكون عندك يعني زكاء في المعاملة إزاي تعالج المواقف وإزاي تقدم لهذه المواقف وإزاي تقدر هي بتغير عليك بتحبك بتحترمك يا أخي بنت داخل خد هدية معك مرة برضو أنا بوجه رسالة خد هدية إن شاء الله يكون صغيرة إن شاء الله يكون سبحة حتى إن شاء الله يكون ألم بس اسمه حاجة بسيطة تدخل الفرح والسرور بص كثيرا من النساء يعني يعشقنا الكلام الطيب وتعشق الهدايا يعني كتير جدا من النساء بتعشق الكلام الطيب ما جبلاش حاجة لكن كلمة كلمة طيبة يعني عاملة أكل ده حتى الإسلام أباح الكذب في النقطة دي إصلاح بين الزوج والزوجة أو المتخصمين أو غير أو مثلا في الحروب دول الثلاثة اللي أباح في الإسلام أما كون الزوجة مثلا عدت الطعام ولكن يعني كان حضوه زائد أو كانت لا تعرف أن تصنع أكتر يعني أقول الطعام ما كانش من تسوي كويس أو الأكل ما كانش من تسوي كويس فالإسلام يعني له آه ده أكل جميل ده كويس ده حلو حتى بالكلام بس أنا عارف أنه عندك أكتر من كده أنا عارف أنه فيه مثلا فيه إبداعات فيه أكتر من كده ورهالي مثلا كده تقدر من هذه الأمور تشجعها تحسن أنت وتغير أصدتك مش هتلاقي إنسان كامل للأوصاف إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحضرتك وهو أنت كذلك مش هتلاقي امرأة كاملة للأوصاف مفيش الكلام ده موجود كل الكلام ده مكانش موجود الغرة بدأ من أول ابني آدم ابني آدم الغرة بدأ بدأ أيامهم والله فقرب كربان واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب كربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأكتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين علشان الكربان بس لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي عليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالم فالغيرة بدأ من هناك الغتن وأخوة سيدنا يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين فدائما وأبد الإنسان يكون كيس فطن إزاي يكون عنده معالجة الأمور إزاي يعالجوا الأمور في كل مناح الحياة في كل أمور الحياة حتى يسير في هذه الحياة هو والزوجة ويعيشوا في حياة سعيدة ممتلئة بالفرح والسرور إنما إحنا بنشوفه إن الزوج بيعاند والزوجة بيتعاند والموضوع بيكبر واللي بيضيع الأولاد بيتركوا الأولاد فريسة للذئاب البشرية للأصحاب ماشي لأرباب السوق ماشي لتجار المخدرات ماشي لغير ذلك من هذه الأمور أنت حرام عليك بتضيع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أنت معندكش هذه الأمور لا تعرف ما قاله الحبيب أنت عندك غشاء بقى ممكن أو حضرتك عندك غشاء وعلى القلب همك الدنيا أو هو هم والدنيا وخلاص هو من طائفة إيه مولانا حين النهاردة موتني بكرة عمل حاج مش فاضنا عمل حاج خليني النهاردة بس أنت ستحسب على النهاردة واللي انت فعلته واللي انت قدمته هتحسب عليه فركز كن عندك ذكاء وفطنة في المعاملة الحياة بسيطة والله والله الإنسان بإيده يحول هذه الحياة إلى جنة إلى جنة ويحولها إلى نار بس من خلال ده سيدنا أبو أكر صديك نمسكه بلساني ويقول هذا الذي أوردني الموارد وفي رواية المهالك فالإنسان بلسانه يستطيع أن يجعل البيت بيتا جميلا بيتا حسنا ويبدأ يغير أبدأ أكلم مع الزوجة والله أنت عندك واحد اتنين تلاتة اربعة عالق الأمور دي كذا 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 وانت برضو عندك عالق الأمور لأن الخيانة الزوجية ما المرأة تخون والزراج اليخون هذه خيانة وهذه زينة وهذا زينة الله سبحانه وتعالى يحسبنا عليه الله سبحانه وتعالى يحسبنا على هذا الفعل ولذلك انتشار الفحش والتفاحش من علامات الساعة الكبرى أنا اتكلمت عن هذا الأمر في لقائن سابق انتشار الفحش والتفاحش معنا ألو ساذا منا ألو ألو طيب أرجو من حضرتك الكلمة التانية ساذا منا ساذا منا كما تسأل وتقول يا مولانا دعاء الاستخارة الاستخارة اللي سنبي صلى ركعتين اتنين لا أنا مقدم مثلا على العمل من الأعمال أو راح أتجوز أو مثلا داخل مشروع فأنا بصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وأدعو بدعاء الاستخارة ركعتين بوضوء خاص وبنية وبدعو ربما سبحانه وتعالى وأقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وإنك تقدر ولا أقدر اللهم إن كان هذا الفعل خيرا لي فوفقني إليه وإن كان هذا الفعل شرا لي أو تدعي بقى بالحاجة اللي انت داخل مشروع تقولها داخل جوازة تقول فاصرفوا عني يا رب العالمين اللهم دبل لي فإني لا أحسن التدبير اللهم دبل لي واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وردني يا رب بعدما تقول الدعاء ده اللي هو بدعاء الاستخار وردني يا رب بما قسمته لي أو بما دبرته لي أنت واحد يقول لك أنا مش عارف أدعي الدعاء ده يا مولان أدعي بأي دعاء خاطة أدعي بأي دعاء ما فيش فهم مشكلة خالص بس بشارط إننا نكون مؤدب مع ربنا إننا نكون مؤدب ده الواحد بيسمع بعضا من الناس يتكلمون مع ذات الإلهية وكأنه والله يتكلم يعني مع مين يتكلم مع إنسان بل مش عاوز أقول لفظ يعني أنزل بالموضوع أكثر من كده ده فيه لفظ يعني خارم يعني إيه ده ده أنت بتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بذاته وده من سوء الظن بالله كمان خلي بالك ما سوء الظن هو إيه بالله سبحانه وتعالى أن ينسب الإنسان لله قولا أو فعلا لا يتفق مع كماله جل وعلا أن ينسب الإنسان كلاما أو فعلا لا يتفق مع كمال الله جل وعلا أو أن يتقول على الله كلاما لا يتفق مع مقامه الجليل أن تتكلم مع الإله مع الملك جل جلاله تقدست أسماؤه وعظم سلطانه يبقون مؤدب مع ربنا ادعب أي دعاء بشرط أن تكون مؤدب في الدعمة ربنا سبحانه وتعالى تقول يا رب يا أيها الملك يا مالك الملوك اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت إذا دعيت به أجب اللهم إني أسألك يا رب إن كان هذا الفعل خيرا لي فوفقني إليه وإن كان شرا لي فاصرفوا عني يا رب العالمين اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير واختر لي فإنني لا أحسن واختر وردني يا رب به يا رب العالمين وأبدأ أدعا ربنا سبحانه وتعالى بكلام طيب جميل لو أنا مش عارف دعاء الاستخار اللي إحنا ذكرناه عارفوا أدعو به وخلي بالكم الشرط أن الإنسان يشوف رؤية الاستخارة مش مرتبطة بالإنسان يشوف رؤية إن شافوا الله هذا بقى حالك مع الله سبحانه وتعالى إبقى أنت حالك مع الله حال عظيم الإنسان يشوف رؤية ربنا سبحانه وتعالى وضحه للطريق إنما علامة الاستخارة التيسير يعني التيسير عام الشيخ أنا داخل المشروع مثلا المشروع دبقى مصير ألف جنيه وأنا معي عشر تلاف جنيه ماشي نايس لكام خمس تلاف جنيه فأنا دعيت ربنا سبحانه وتعالى بالليل كلا في الصحر وخلي بالكم يعني دائما وأبدا الإنسان يصال في أي وقت لكن أفضل وقت في الصحر لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلس الأخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له فأغفر له فبالتالي إنسان يدعو ربنا سبحانه وتعالى في الصحر بالليل في الثلس الأخير من الليل يدرب ربنا سبحانه وتعالى إِن رأى خيرا فحاله مع الله طب يا مولانا ولا مرأش خيرا أو مرأش أي حاجة خالص خلاص لا شيء طب كرارها تاني ما قولنا مفيش فهم مشكلة خالص وبرضو ما شافش حاجة مفيش فهم مشكلة خالص قلنا علامة الاستخارة او قابل الاستخارة هي التيسير قلنا ان لو واحد مثلا داخل المشروع بعشر تلاف جنيه نصلك هو بخمسة الف جنيه مع عشرة وباية خمس فجي الصبح لما دع ربنا سبحانه وتعالى وصلى بالليلي والناس ونيام فجي الصبح واحد زي حازم جاله بيخبط عليه بقوله والله يعمل حاجة لو هو مثلا صناع بتاع باب وشباك او 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 لغير ذلك قال له والله خد العشرة تلاف جنيه دولة حبهم خشب وركنهم عندك مثلا او خد عشرة تلاف جنيه شغلهم لي يبقى فيتيسير اتى فتح من الله اتى لك اذا اقدم على هذا العمل ودائما وابدا اجعل لله نصيب يعني اجعل لله نصيب في كل عمل تقوم به الله سبحانه وتعالى يوفقك فيه ودائما وابدا اجعل الجزء الاكبر لله يعني ايه لله يعني يخرج لعباد الله لفقراء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا نحن نطعمهم ونخرب لهم فالانسان اذا جعل الله نصيب من كل شيء ويزود هذا النصيب الله سبحانه وتعالى يعطيه من خزائنه التي لا تنفدوا ابدا يا استاذ منا والله اعلم استاذ احمد عدوش كان بيسأل برده يقول يا مولانا حكم المقولة اللي بتقول اتقي شر من احسنت اليه اولا هذه المقولة تتفق مع الاسلام ابدا ولا تتفق مع حسن الظن بالعباد لان من اكثر حسن الظن حسن الظن بالله حسن الظن في خلق الله بالعباد يبقى الانسان ان يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى يعني ان يصف الله سبحانه وتعالى او يتكلم بكلام في حضرة الزاة الالهية كلام يتفق مع كماله جل وعلا فلا ينسب ولا يتقول عليه أو له أو يتقول بكلام لا يتفق مع ذلك ده حسن الظن بالله سوء الظن بالعباد المقولة دي تدخل تحت منه يعني ايه يا مولانا؟ يعني ما تقول التاقي الشرمان أحسنت لي أنا يا مولانا والله حازم ده ما كانش مثلا لأي كذا فقمت ايه أحسنت له شفت له شغلة ولا شفت له كذا أو يا مولانا ما ربنا كرمه بدأ يعض فيه ما أنا عاوز أقول لك الحاجة فهنا مولانا بقى فعلا التاقي الشرمان أحسنت أقول له لا خلي بالك إذا كنت تعمل العمل لله جل وعلا فلا تنتظر سناء من أحد ولا شكورا من أحد وإن كنت تعمل العمل للعباد فاذهب واختر من العباد وخز الجزاء من العباد ويوم القيامة أول من سعروا بهم النار قارئوا الكرآن والعالم والمنفق أيضا كمان أنفقت يقول يا رب أنفقت في سبيلك يقول له لا أنفقت ليقالوا عليك منفق وقرأت القرآن ليقالوا عنك قارئ وتعلمت ليقالوا عنك عالم يبقى إذا العمل مش خالص لله سبحانه وتعالى فلو أنت بتعمل العمل لله ما يشغلكش الناس خالص ما يكش دعوة بالناس الناس لا يعطون للناس شيئا أبدا وإذاك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقولك إيه الحديث ده أخرجه الإمام الطبراني وإن كان في سنديه ضعف أنا بنبهه الحديث أخرجه العلامة الطبراني وفي سنديه ضعف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لازمات لأمتي سوء الظن اللي تدخل تحت هذه المقولة سوء الظن والحسد الطيرة سوء الظن سوء الظن سيدنا النبي علمنا قال لك إذا أسأت الظن بأحد فلا تحقق يعني مدنكش الدقة وراء العبد خلاص اترك الأمر الله سلم الأمر الله سبحانه وتعالى وإذا حسدت فاستغفر فاستغفر الله سبحانه وتعالى لأن الحاسد يتمنى زوال النعمة على العبد يتمنى زوال نعمة الحق سبحانه وتعالى على هذا العبد طيب والطير اللي هي الغضب وإذا تطيرت فمضي أي فاذهب يبقى من ثلاث لوازم سوء الظن أول حاجة سوء الظن فأنا دائما لو أنا قلت اتقي شر من أحسنت إليه يبقى أنا أسيء الظن طب أنا يا عم 안 بعملش العمل لله لله دلوقتي أنا عملته للبشر يا عم أنت عمله لله سبحانه وتعالى عمله بنية أن انت فرجت كربا عن مؤمن أو عن مسلم وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك كربا من كروب الدنيا أو كرب الأخرة كربا من كروب الدنيا أو كرب الأخرة اجعل العمل كده انت فتحت باب رزق الواحد او شغل الواحد قال اسألت يا رب انا فعلت هذا من اجلك يا رب العالمين ولا انتظر منه جزاء فيا رب اسألك يا رب ان تفتح لي او ان ترزقني او ان تدخر هذا الامر لي الى يوم القيامة يا رب العالمين الى غير ذلك من هذه الامور اما ان حضرتك عمال تسيء الظن بالعباد وتقول اتقي شر من احسنت اليه وهذا الكلام الذي نسمعه ويردد على السنة العامة الخاصة حتى اصبح كأنه مقولة ثابتة وكأنها عقيدة ثابتة لدى جميع الناس قلنا ابل كده يا ناس الناس لا يعطون للناس شيئا وما احد من اعين والسن الناس سالمة ولو انه ذاك النبي المطهر فان كان سكيتا ما بيكلمش خالص يقولون ابكمه وان كان منطيقا يقولون مهذر وان كان مفضالا يعني رجل بتاع خير وان كان مفضالا يقولون مبذر وان كان مقداما يعني بيسعى في الخير ويفتح ابواب الرزق للعباد ويساعد في كذا وكذا وكذا وان كان مقداما يقولون اهوجه وان كان صواما بتاع ربناه وان كان صواما وبالليل قائمة يقولون زوار يراء ويمكر اعمل ايه فلا تكتثر بالناس في المتح والثنى وسلم الى الله والله اكبر سلم الامر لربنا سبحانه وتعالى سلم الامر لمن دبره فلن ترى غير الذي قدره الله دبر ما يكون وما قد كان اما كفاك مدبرا مولانا عصن الظن بالله من كمال الايمان واصل من اصول العقيدة الايمانية الاسلامية وهنا اقول اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام والامن والامان والرضا والاستقرار اللهم ان نسألك يا ربنا ان تحمي جبابها وابناءها ونساءها وجيشها وشعبها وامنها وان تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الامين وببركة رسول كريم والله اكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الاكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة